نبدأ من الشأن المحلي حيث أعلن البنك الكويتي التركي للمساهمة مساهمة التابع لبيت التمويل الكويتي في تركيا عن نقل مقر عملياته الإقليمي إلى مملكة البحرين وسيقوم البنك الكويتي التركي للمساهمة بعد هذه الخطوة بتشغيل عملياته الإقليمية في مجال الخزينة من البحرين بموجب ترخيصه المصرفي الحالي وقد صرح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن البنك يلعب دورا رئيسيا في استقطاب المستثمرين الأتراك الراغبين في الاستثمار خارج تركيا وبالأخص في دول مجلس التعاون حيث يعتمد البنك على خبرة بيت التمويل الكويتي في مجال الخدمات المصرفية بدون الفوائد وقد أكد الرميحي أن اختيار المملكة مقرا إقليميا لعمليات البنك ما هو إلا شهادة جديدة على العلاقات المتنامية بين البحرين وتركيا أجدير بالذكر مشاهدين أن البنك الكويتي التركي المساهمة يتطلع إلى توسيع نطاق خدماته في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك انطلاقا من مملكة البحرين وكان البنك الكويتي التركي قد تأسس في تركيا في العام 1989 وهو ثالث بنك إسلامي من حيث تاريخ تأسيس البنوك الإسلامية في الجمهورية التركية حققت شركة الخليج لصناعة البترو كيموية جابك معدلات إنتاج قياسية بإنتاج تجاوزة 404 ألاف طن متري من منتجات الشركة من الأمونيا واليوريا والميثانو المجتمعة وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2017 وقد صرح رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة البترو كيموية عبد الرحمن جواهري أن هذا الإنجاز الذي حققته الشركة يأتي نتيجة نهجها القائم على استمرارية التحديث والتطوير سواء للعمليات التشغيلية أو أجهزة المصانع ومعدلاتها كما أكد جواهري التزام الشركة الكامل بتنفيذ إجراءات الصيانة الدورية في مواعيدها المحددة وكذلك حرصها على تنمية وتطوير عناصرها البشرية عبر استقطاب أحدث برامج التدريب المتاحة وذلك سعيا لتطوير مهنيتهم ورفع كفاءتهم على اختلاف مواقع أعمالهم الجدير بالذكر مشاهدين أن شركة جابك تمكنت من تسجيل متوسط إنتاج يومي بلغ 4494 طن متري خلال الربع الأول من العام الجاري لتشمل جميع منتجات الشركة من الأمونيا واليوريا والميثانول وكانت جابك قد سجلت رقما قياسيا خلال العام الماضي بإنتاجها ما مجموعة مليون وستمائة ألف طن متري منها سبعمائة وأربعة ألاف طن متري من اليوريا وأكثر من 445 ألف طن متري من الميثانول وأكثر من 467 ألف طن متري من الأمونيا والآن مشاهدين نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية مشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل مؤسس شركة فيسبوك مارك زكربيرك يبيع أسهمها بأكثر من مليار دولار لتمويل مشروع خيري نواصل النشرة مشاهدين من أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم حيث سجلت أسواق السعودية وأبوظبي ودبي ارتفاعات متفاوتة تراوحت ما بين 0.1% و 0.83% فيما أغلقت بورصة الكويت عن مستوى 6788 نقطة بالخفاض النسبة 1.4% متأثرة طبعا بخسائر أسهم قطاعات العقار والرعاية الصحية أما بالنسبة لأداء بورصة البحرين مشاهدين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1339 نقطة بارتفاع النسبة 0.13% مقارنة بإقفاله يوم الثلاثة وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين مليون و 300 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها حوالي 519 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 42 صفقة حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الخدمات والتي بلغت قيمة أسهم المتداولة أكثر من 296 ألف دينار أيما نسبته 57% من القيمة الإجمالية للتداول